السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيكم الله أيها الإخوة والأخوات هذا الفيديو نتكلم عن فضل الاستمرار في الاستغفار فتعطونا لايك إخواني وإذا كنت أول مرة تشاهد قناة نتمنى منك الاشتراك ويلا بك إخواني وأخواتي لا شك أن الاستغفار مأمور به لقول الله سبحانه وتعالى واستغفر الله ولا يلزم ولا يعني يجب أن تكون قد وقعت في المعاصي لكي تكثر من الاستغفار فبعض الأحيان قد يستغفر الإنسان بعد الطاع يعني يستغفر الإنسان بعد الصلاة يستغفر الإنسان بعد أداء الحج يستغفر الإنسان بعد خروجه من المرحاف أكرمكم الله فالاستغفار يعني ليس هو بعد المعصية فقط ثم أن الإنسان يعني بعض المرات قد يخطئ ويقع في معصية وهو غير منتبه أنه قد وقع في تلك المعصية وقد يذنب الإنسان وهو غير منتبه أنه أذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بال تلقي به في نار جهنم سبعين أخرين فالإنسان أيها الأخوات لا بد أن يقع في المعصي لماذا؟ لأن الإنسان من طبعه الإنسان أيها الأخوات يعني كتب الله عز وجل عليه العسيان وكتب عليه الخطأ لأن أبونا آدم أخطأ فكل بني آدم خطأ فلماذا الإنسان يترك الاستغفار؟ إنسان يستمر في الاستغفار ويستغفر الله عز وجل في جميع أحواله وفي جميع حالاته إذن فالاستغفار يا إخواني ويأخواتي هو عبادة جميلة جدا عبادة عظيمة جدا تفعل دائما وباستمرار ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال طوبى طوبى قال أنها سجرة في الجنة قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا يعني يا فرحة من وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها والقصة المعروفة اللي هي قصة الإفك لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن التوبة من الذنب فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار يعني ما هي التوبة من الذنب هي الندم أنك تندم على ذلك الذنب ثم تكثر من الاستغفار فإذا فعل الإنسان معصية استغفار يستغفر سواء لو لم يقترف المعصية أو يقترف المعصية ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر دائما صلى الله عليه وسلم وقد روى الإمام أحمد رحمه الله أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله إني ذالب اللسان وإن عامة ذلك على أهلي يعني يا رسول الله إني في شدة في لساني وفي إيذاء في لساني وعامة ما أترفض به هو على أهلي فماذا أفعل؟ يعني هذا حذيفة بن الإمام رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني ذالب اللسان يعني يتكلم كثيرا بنوع من الغلظة مع أهله مع زوجته ومع أولاده فماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم والليلة مئة مرة يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم لابد أنك تكثر من الاستغفار وأنا مع أني نبي معصوم إني أستغفر الله في اليوم والليلة مئة مرة صلى الله عليه وسلم وهنا أذكر كلاما جميل طيب لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول في معنى كلامه يقول فالعبد هو دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار يعني قال أن العبد هو دائما بين مسألتين إما أنه في نعمة فيحتاج أن يشكر الله عز وجل عليها وإما أنه في ذنب وقع منه فيحتاج فيه إلى استغفار فالعبد دائما أيها الأخوة والأخوات بين نعمة من الله عز وجل يحتاج أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أعطاه إياها والمسألة الأخرى أو الحالة الأخرى أنه يكون وقد وقع في ذنب من الذنوب وكلنا نقع في الذنوب يحتاج بعد الذنب أنك تكثر من الاستغفار نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المستغفرين فالإنسان أيها الأخوة والأخوات هو دائما محتاج إلى التوبة وإلى الاستغفار ولو بلغ ما بلغ الإنسان دائما محتاج إلى التوبة وإلى الاستغفار لماذا؟ لأن العبد دائما مقصر في حق الله عز وجل والتقصير إذا أضيف إليه الاستغفار قد يصلح ما كان فيك أو ما وقع منك من تقصير في حق الله سبحانه وتعالى ولذلك أيها الأخوة والأخوات يحتاج العبد العبد يحتاج إلى الاستغفار حتى في الأعمال الصالحة يعني تخيل وأنت قد صليت فبعد الصلاة لا بد أن تستغفر يعني الذكر المعروف بعد الصلاة لماذا؟ لأنه قد يقع منك تقصير في صلاتك يعني قد يقع منك سهو يقع منك عدم طمأنينة في الصلاة فأنت بعد الصلاة تستغفر الله عز وجل فباستغفارك هذا تكون قد صححت أو قد أصلحت ما وقع منك من تقصير ومن سهو لا أقصد سهو في الركعات لا أقصد سهو يعني الإنسان يصلي فإذا به يعني يفكر في أمر آخر ويفكر في أمور أخرى فالله عز وجل قال والمستغفرين بالأصحار يعني بعد قيام الليل ودخل وقت الفجر وفي وقت الصحر أقصد قبيل الفجر قبيل الفجر عفوا يستغفر الإنسان مع أنه في قيام الليل لكن بعد قيام الليل وقبل دخول وقت الفجر فإنه يستغفر الله سبحانه وتعالى لأن من أفضل أوقات الاستغفار هو هذا الوقت العظيم جدا وهو وقت السحر هذا الوقت الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق به سبحانه وتعالى فيقول هل من مستغفر فأغفر الله هل من داعي فأجيب دعاءه إلى آخر الحد فالسلف رضي الله عنهم كانوا يوصوا بعضهم البعض بالاستغفار في وقت الصحر وكما أخبرتكم وقت الصحر هو الثلث الأخير من الليل يعني الليل يقسم على ثلاثة الثلث الأخير من هذا الليل هو وقت الصحر وهو الوقت الذي يستحب والذي مدح الله سبحانه وتعالى فيه المستغفرين نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الاستغفار ويجعلني وإياكم من أهل الطاعة ومن أهل التوبة ومن أهل المغفرة ومن أهل الرحمة إنه ولي ذلك وانقادر عليه فالإنسان أيها الأخوة والأخوات لا يمل أبدا ولا يقنط أبدا من الاستغفار يستغفر الله عز وجل فإن بالاستغفار يعني تمحى عنك الخطايا ويبعد الله عز وجل عنك بالاستغفار يبعد عنك الخطايا ويبعد عنك أساليب ووساوس إبليس التي تجرك إلى المعصية جرا جرا وبالاستغفار كذلك أيها الأخوة والأخوات يعطي الله سبحانه وتعالى لعباده ما يريدون من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المستغفرين وأن يجعلنا وإياكم من المستمرين في الاستغفار من المستمرين في هذه النعمة وهذه النعمة العظيمة جدا وهي نعمة أنك تجلس بين يديه سبحانه وتعالى في جوف الليل وتكثر من الاستغفار وتكثر من الدعاء وتطلب ما تريد من أمور الدنيا ومن أمور الأخرة فالاستغفار أيها الأخوة والأخوات له فوائد وله معاني جليلة وعظيمة جدا لابد أن لا نغفل عليها والإنسان يا إخواني يستغفر ويدعو الله عز وجل لكن لا تركز استغفارك ويعني تركز استغفارك ودعائك على شرط يعني تدعو وتستغفر إن أجاب الله عز وجل دعائك استمرت في الاستغفار إن لم يعطيك الله عز وجل ما تريد تذجرت وممكن وصل بك القلق إلى درجة الشك وهذه من إبليس هذه من إبليس والعياد إبليس يريدك أن يدخلك الشك وتدخلك الوسوسة وتبدأ تشك لماذا أنا أدعو لعلي لست مستجاب الدعوة لعل الله لن يجيب دعائي وهذا من إبليس يريد أن يحبطك يريد أن يدخل الإحباط إلى قلبك وإذا دخل الإحباط إلى قلبك تركت الاستغفار وتركت الدعاء وهذا هو ما يريده إبليس قبحها الله الله عز وجل يريد منا أن نتقرب إليه يريد منا سبحانه وتعالى أن ندعوه في السر هو العلن ندعوه في النهار وفي الليل وفي جوف الليل وفي منتصف النهار ندعوه في كل وقت سبحانه وتعالى الله عز وجل يحب منا أن نرفع إليه حاجتنا يا أخي الكريم تخيل أن الصحابة رضي الله عنهم التابعين رحمهم الله تعالى كان إذا أحدهم أراد الملح تخيل إذا أراد الملح لمائدته أو لأكله دعا الله عز وجل تخيل قمة اليقين وقمة هذا التقرب من الله سبحانه وتعالى يعني إذا أراد الملح دعا الله عز وجل هو يعلم أنه قد سيذهب إلى شخص يشتريه أو يطلب من شخص معين لكن قلبه دائما معلق بالله سبحانه وتعالى قبل أي شخص يعني قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى إلى هنا أيها الأخوة والأخوات لعلي قد أختم هذا الفيديو إلى فيديو قادم إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر